موسيقى السلام عليكم بصحة من النوم بلاقي في دم في بقي الليسة عندي بتجيب دم على طول نزيف الليسة حاجة مقلقة لناس كتير قوي وبتسبب لهم إحراج وبتسبب لهم مشاكل فمفيش علاج للموضوع ده لا طبعاً في علاجات كتير للموضوع ده أولاً لازم تعرف أسباب ناس في الليسة أسباب ناس في الليسة هو أول حاجة الأنميا نقص المناعة إصابة الليسة بالبكتيريا والالتهابات استعمال أطأم أسنان رضيئة ممكن يكون ليه سبب في الموضوع ده برضو نقص فيتامين كي برضو ليه دور في القصة دي ومن أهم الأسباب برضو إصابة الكبد بأمراض مزمنة بيبقى سبب رئيسي في الموضوع ده طب حله إيه؟ أولاً ما تستعملش فرشة أسنان عادية لازم تستعمل فرشة أسنان نعمة المكتوب عليها صفت مش أي فرشة تستعملها لازم صفت وبرضو تستعمل مضمضة كويسة بشكل يومي مرتين أو ثلاثة في اليوم فيه أنواع مضمضة كتير في السوق المصري وحاجات رخيصة برضو مش غالية ولا حاجة فيه طنطم الأخضر فيه بيفرش مضمضة فيه ديجي ووش مضمضة المهم أي مضمضة تشيل البكتيريا والالتهابات من الفم فيه برضو لازم مع الفرشة الأسنان النعمة برضو تستعمل معجون أسنان خاص بالأسنان الحساسة مثل ديجي ووش، ديجي كير، ديجي لونج، إيزي كير أو سينسودين المهم أي معجون خاص بالأسنان الحساسة طيب، إحنا عالجنا كده أو عملنا الحاجات الوقائية إيه بقى العلاجات بتاعة ناس في اللسة؟ طبعاً لو فيه التهاب محتاج مضادة حيوي لازم طبيب يوصف لك نوع مضادة حيوي مناسب ويمضاد للتفايليات مناسب لو فيه التهاب أو بكتيريا في اللسة طيب، إيه بقى الحاجة اللي بتمنع الناس في نفسه؟ الحاجة اللي بتمنع الناس في نفسه والأأمن حاجة موجودة في السوق المصري حاجة اسمها روتين سي أو روتاسي 60 روتين سي أو روتاسي 60 حاجة مأمونة جداً عبارة عن روتين بتركيز 60 ميلي جرام وفيتامين سي بتركيز 160 ميلي جرام بتاخد أرس مرتين يومياً بحد آقصى 3 شهور لو أخدتوا مرتين يومياً بحد آقصى 3 شهور ده حيمنع موضوع النسفي ده نهائياً إن شاء الله طيب بيشتغل إزاي؟ هو طبعاً بيقوي مقاومة الشعارات الدموية فبالتالي بيحافظ على صحة الأوعية الدموية اللي موجودة في اللسة فبالتالي بيمنع نسف اللسة هو طبعاً آمن لأي حد مش ممنوع استعماله لأي حد إلا الحوامل والمرضعات برضو يبقى تحت إشراف الطبيب رخيص الروتن سي الشريد ب3 جنيه والروتاسي 60 الشريد ب6 جنيه حاجات في المتناول بس هتفرق معاك في موضوع ناس في اللسة وبرضو لازم تعمل احتياطات اللي قلناها في الأول ودايماً افتكر دايماً هنجيب لك الحاجات اللي سعرها في المتناول عشان هيفضل فكرتنا إن لسة فيه أمل نتعالج شكراً شكراً